السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هكذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين بعث رحمة للذكر والأنثى للصغير والكبير بعث رحمة للأحياء ولغير الأحياء بعث رحمة لجميع الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ملف مهم جدا من الملفات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في هذه الايام ملف النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم الملف ده ملف هدفه الأساسي إن احنا نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وبصفاته نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيرته وأحواله ملف مهم جداً كلما ازداد الإنسان معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حباً لهذا النبي صلواته ربي وسلامه عليه هدفنا من خلال فتح هذا الملف هو تعريف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مواقف الحياة كتير من الناس بتضمن أن معرفة النبي هي معرفة الغزوات مع أن الغزوات لا تمثل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد في المية من المية واحد في المية من المية سبحان الله ومع ذلك احنا مهتمين جدا بذكر الغزوات في حين ان احوال النبي صلى الله عليه وسلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صفاته يعني واحواله احنا مش اغدين بالنا منها عشان كده بنقولكم احنا ان شاء الله باذن الله نفتح هذا الملف ملف التعريف بنبي الاسلام ملف التعريف بالنبي محمد صلواته ربي وسلامه عليه وما ارسلناك الى رحمة للعالمين من الصفات المهمة جدا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتصف بها ووصفه بها ربنا تبارك وتعالى فقال عنه صلوات ربي وسلامه عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاية كان رؤوفا كان رحيما بالمؤمنين وفي الاية التي هي عنوان هذا الدرس وهذا اللقاء وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فهذه الرحمة العامة بكل من كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بل رحمة عم لكل الخلق ممن رأوه وممن لم يروه صلوات ربي وسلامه عليه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أهم أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم رحمته كانت بالصغير قبل الكبير وبالذكر والأنثى وبمن كانت فيه حياة من البشر وبمن كان لا حياة له كالحجر والشجر رحمته صلوات ربي وسلامه عليه عمت الجميع حتى البهائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة عظيمة بهؤلاء تعالوا مع بعض نحاول بقدر مستعع أن نقسم كلامنا لأجزاء مهمة جدا بحيث بإذن الله تبركة تعالى يصل هذا المعنى للجميع ونتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الصفة رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والصرار سبحان الله في الوقت للعالم كله الآن بيضع قوانين هذه القوانين فيها حماية للطفل فكان أول من شرع هذه القوانين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس والحديث في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال أرحم الناس بالأطفال أرحم الناس صلوات ربي وسلامه عليه وبالله لن يجد أو لن تدب قدم على ظهر الأرض هي أرحم بالأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يتحمل بحال من الأحوال أن يرى طفلا يبكي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما لأبي طلحة كان هذا الغلام يكنى بأبي عمير يكنى بأبي عمير رأاه النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بعصفور صغير له فأخذ النبي ضاحق ويمزحه وبعد أيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام يبكي قال أنس وهو يصف هذا المشهد لأن المشهد دا كان مع أخيه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فجث النبي على ركبتيه وهو رسول الله وهو القائد الذي يقود الجيوش وهو المعلم وهو رأس هذه الأمة وهو سيد ولد آدم عند الله ولا فخر يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس على ركبتي ويسأل الغلام الصغير أبا عمير ما فعل النغير فيقول الصحابة يا رسول الله مات نغره بيبكي لأن العصفور بتاعه مات فلا زال النبي يمازحه ويضاحكه حتى أضحكه بعدما بكى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل في يوم من الأيام أنه يسمع بكى طفل يرى أبا عمير يبكي لأن العصفور مات فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويضاحكه حتى يرفع هذا الهم ويرفع هذا الغم عن أبي عمير بل نسمعه صلوات ربي وسلامه عليه وهو من شدة يعني النبي ما يتحمل أنه يسمع في يوم من الأيام بكى صبيه فيقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح إنني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها يدخل النبي في صلاة الجماعة يريد أن يطيل هذه الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في هذه الصلاة ليه رسول الله؟ علشان أمرين لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتحمل أن يسمع بكاء طفل ثم بعد ذلك يقول ومن شدة وجد أمه عليه من شدة وجد أمه عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الخلق بل هو أرحم الخلق بالأطفال وبالعيال يأتي الحسن رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس على قدمه فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله والأقرع ابن حارس يحكي حال هذا الزمان فيقول يا رسول الله أئنكم لتقبلون أطفالكم؟ أئنكم لتقبلون أبناءكم؟ قال النبي نعم فقال إن لي عشرة من الولد الأقرع ابن حابس بيقول للنبي كده يقول إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا أنا عندي عشر أولاد عمري في حياتي ما قبلت حد منهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوأملك إن نزع الله من قلبك الرحمة هذه الرحمة نزعت من قلبك فليس في قلبك رحمة بهؤلاء الأطفال سبحان الله بل وعند أحمد في مستده حديث في غاية العجب يوضح لنا مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال حديث يرويه الشريد بن عمر رضي الله عنه بيقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال النبي السجود جدا النبي صعصام كان من عادته إذا صلى بالناس كان يخفف في صلاته وإذا صلى وحده كان النبي يطيل في صلاته جدا حتى في بعض الأوقات كان بيصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلواته ربي وسلامه عليه ولكن لأنه بيصلي الآن مع الناس فكان رحيما بالمصلين رحيما بهم يعلم أن فيهم الكبير والضعيف والمسافر وذا الحاجة فكان يخفف الصلاة ولكن الصلاة دي النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها السجود على غير عادته ومن طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم رفع الشريد رأسه قال فخشيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خفت النبي كن أصاب شيء فرفعت رأسي فإذا بالحسن أو الحسين شك فإذا بالحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والغلام ينزل من على ظهره فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود فلما أنهى النبي صلاته قال الناس يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه انت عملت حاجة غريبة عمرك في حياتك يا رسول الله ما أطلت في السجود بهذه الطريقة لما بتكون بتصلي بينا فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لهم هو ليه طول في السجود فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا ارتحلني ابني ده ركب على ظهري ارتحلني كما يركب الرجل أو يرتحل الرجل على دابته إن ابني هذا ارتحلني فما أحببت أن أنزله حتى يأخذ مني حاجته يفضل يلعب على ظهري لحد ما خلاص يتبسط ويبقى مبسوط وسعيد وينزل فيكون هو الذي ينزل مش النبي اللي ينزله إن ابني هذا ارتحلني فأحببت أن لا أنزله حتى يأخذ مني حاجته بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلوات ربي وسلامه عليه أي رحمة دي أي رحمة من أطفال كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إنه يفضل مطول في السجود علشان لا يزعج الحسن أو الحسين وينزل من على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه أي رحمة تخلي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يحمل الحسن على كتف والحسين على كتف ويقول اللهم إني أحبهما اللهم أحبهما وأحبب من يحبهما أي رحمة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما يكون خارج من المسجد بعد صلاة الفجر وهو يدبر أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم مش بيرتب شؤون أسرة أو بيرتب شؤون شارع لا أبدا النبي كان بيرتب شؤون أمة ومع ذلك ما كان يشغل أبدا عن هذه الرحمة التي كان يعطيها للأطفال إحنا في بعض الأوقات كأباء بنهمل في حق أبنائنا بنهمل في حق أبنائنا بحجة إن إحنا مشغولين ما حدش كان مشغول زي النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش كان مشغول زي النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا ومربيا ومعلما وقائدا للجوش ورسولا نبيا يعلم الناس ويوحى إليه وقائد للجيوش يخرج في الغزوات ويجاهد في سبيل الله ويسافر ويحمل ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس رحمة بهؤلاء الأطفال إحنا حرمنا أولدنا حرمنا أولدنا من الرحمة بحجة إن إحنا دايما مشغولين ما حدش مشغول زي النبي ومع ذلك كان رحيم بهؤلاء الأطفال كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج أبدا من مسجده بعد صلاة الفجر إلا ويتلقى بالصبيان بصبيان المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يقبل صبيان المدينة ويكأن الأمهات علشان يلتمسوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم عارفين بعض صلاة الفجر النبي تبقى يعني نفسيته ما شاء الله وبعنوياته مرتفعة وما شاء الله روحه طيبة فسبحان الله في الوقت ده كل أم تبعت ولدها أطفال الأنصار وأطفال المهاجرين يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح على صدر هذا ويمسح على رأس هذا ويكلم هذا ويضحك مع هذا ويمازح هذا سبحان الله ده كان بداية يوم النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يدخل السعادة والصرور والبسمة على هؤلاء الأطفال هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم بل في وعض الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب معهم يلعب معهم ويخاطبهم بمثل سنهم صلوات ربي وسلامه عليه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى زيارة رجل من الأنصار فبينه ويسير في سكة من سكة المدينة يرى الحسين يلعب مع أطفال في الطريق الحسين مجموعة من الأولاد بيلعبه في الطريق فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الحسن على الحسين فلما رأى الحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يجري من النبي صلى الله عليه وسلم فيجري يمينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل له هكذا يجري يسورا فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل له هكذا ثم جاث النبي على ربتيه وأخذه واحتضره وقال اللهم إني أحبه الله أكبر الله أكبر أي رحمة هذه أي رحمة هذه الرحمة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأباء إزاي تكون موجودة عندنا النبي بيعلم كل البشرية إزاي يقول في رحمة بالأطفال دول الرحمة دي اللي تخلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف أبدا ولا يستكبر أبدا إنه يجلس بين يديه الأطفال العباس كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمر ومن الرحمة إنه يعلم فيقول يا ابن عباس ابن عباس وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله دي من الرحمة إننا أغرس الدين في قلب ابن من هو صغير إنما إحنا للأسف مجغولين وهذه ليست من الرحمة إن إحنا نضيع أولادنا ونضيع بلاتنا بحجة إن إحنا مجغولين أبدا من الرحمة إن إحنا نكون مع الأولاد نفرحهم ونسعدهم وإذا كانت الهدية من أكتر الأشياء اللي بتجلب لقلب الإنسان السعادة والسرور فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل قصة عظيما من الهدايا توزع للأطفال علشان يفرحهم ويسعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أتي ذات يوم بثياب من بلاد الحبشة ثياب كتير جدا من بلاد الحبشة فلاق فيها بعض الثياب للأطفال والصغار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الثياب ويقول لمن هذه أترون من نكس هذه لمن فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على جارية صغيرة هذه الجارية كان أبواها قد هاجر إلى الحبشة فينادي عليها ويلبسها النبي صلى الله عليه وسلم بإيدي الشريفة الثياب الجديدة ويقول هذا سنة هذا سنة البنت تولدت وتربت في الحبشة فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم لو قالها جميلة مش هتفهم إنه لسه صغيرة وتربت في الحبشة فهي مش وقد إلي على اللسان الحبشين فخاطبها النبي بما تعرف علشان يدخل في قلبها السعادة ويدخل في قلبها السرور سبحان الله أي رحمة كانت هذه كانت موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته يؤتى بالصبيان الصغار علشان يحنكهم ويدعو لهم ويبارك عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف أبدا يأتي بالطفل الصغير فيضعه على يديه ويدعو له ويبارك عليه حتى إنه في بعض الأوقات كان هذا الغلام الصغير يبول في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فتضطرب أمه فيقول يرش من بول الغلام ويرسل من بول الجارية يعني هوني على نفسك الأمر بسيط احنا نرش شوية مية على الثياب ولا شيء في ذلك ويحنك الغلام الصغير ويدعو له ويبارك له ويلعب معه ويمزحه ويضحكه بل كانت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطف في الناس ذات يوم بينه وعلى المنبر ان يرى الحسن والحسين قد دخل في ثياب يتعثران فيها تخيلوا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وبيخطف في الناس خطبة الجمعة ويرى الحسن ويرى الحسين والثياب طويلة عليهم شوية وعملين كل شوية يقعوا النبي ما تحملش ان الحسن والحسين كل شوية يقعوا ما تحمل هذا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الحسن واخذ الحسين وحملهما ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فاجلسهما على جنبتيه عن اليمين وعن الشمال ويقول صدق الله إن هؤلاء الأولاد فعلا فتنة امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحب الأطفال والرحمة بهؤلاء فعلا صدق الله سبحانه وتعالى حين قال في شأن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة بهؤلاء الأطفال الرحمة دي اللي كانت موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش موجودة للأطفال وبس لا وكانت موجودة أيضا عكس الأطفال كبار السن رحمة النبي بكبار السن كانت عظيمة جدا وكانت واضحة جدا سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيخا كبيرا وقره وعظمه وأعظم ما يدل على ذلك يوم فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة تخيله الآن قائد جيوش دخل مكة فاتح لمكة اللي كانت في الوقت ده بلد من أعظم البلاد في العالم تخيلوا يعني داخل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتحها الله سبحانه وتعالى عليه أبو بكر الصديق رح بسرعة لأبيه أبي قحافة ودعاه للإسلام فأسلم وحب الصديق أن اللي يلق أبا قحافة شهادة الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو قحافة في هذا الوقت رجل كبير في السن قد شاب شعر رأسه وشعر لحيته وانحنى ظهر رجل كبير في السن فالصديق جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى وهو القائد الفاتح للجيوش اللي فتح مكة الآن يعني خلاص الناس قلات جيلوا من كل مكان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيقول له يا أمى بكر هلأ أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيه إنت ليه تتعب الشيخ الكبير ليه تتعب الراجل الكبير أنا للمفترض أذهب لهذا الرجل علشان أدعوه للإسلام وعلشان أعرفه وعلشان أفهمه سبحان الملك يا رسول الله أنت رسول الله سيد ولد آدم أنت القائد الفاتح الآن يقول له لأ درجة كبير في السن يحترم لازم أنا اللي روح له يا أبا بكر مش هو اللي يجيلي هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بمن كان كبيرا في السن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي بيضرب لينا مثال في وقت من الأوقات اللي كان فيها تبرز طبعا بقى الناس مليانة تخيلوا شيخ المشيخ الكبار بيدي درس وقد إيه التزاحب بيكون حواليه في المسجد تخيلوا النهاردة اللي بيدي درس المراضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قاعد مع الصحابة في المسجد النبوي والمسجد النبوي مليان خلاص مفيش في مكان لو رمينا إبرة هتقع على حد من شدة التزاحب في هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم بيدي درس لحظوا معايا المشهد ده والنبي صلى الله عليه وسلم بيد الدرس سكت النبي صلى الله عليه وسلم وعينه على الباب اللي فيه مؤخرة المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم بينظر لآخر المسجد كده فالصحابة طبيعي جدا الكل التفت لآخر المسجد فوجدوا شيخا كبيرا في السن فنظر الناس مرة ثانية إلى رسول الله راجو الكبير في السن يعني إيه المشكلة والنبي ساكت ساكت ومرة واحدة بدأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر عليه الغضب بدأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حمرارا كأنما فوقئ فيه حب الرمان النبي صلى الله عليه وسلم وشه أحمر جدا ثم نظر النبي إلى أصحابه وقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فكانت النتيجة أول ما سمع النبي يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا كانت النتيجة أن كل الصحابة فتحوا طريق لهذا الرجل الكبير فلزال الرجل يتقدم حتى جلس فمست رجبته رجبتي النبي صلى الله عليه وسلم ده جعلوا له مكان جنب النبي مباشرة أو أمام النبي مباشرة ليه؟ لأنهما سمعوا أدئيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بهذا الرجل كبير السن فكانت النتيجة أن الكل فتحوا مجال لهذا الرجل حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ده مقام الرجل الكبير مش الرجل الكبير اللي يكون يعيني مريض في السن والفيديو اللي انتشر على السوشي الميديا وقاعد على كرسي متحرك والأولاد بيشدوا الكرسي المتحرك من تحته علشان يوقعوه علشان بيعملوا فيديو على التيك توك مش الرجل الكبير السن اللي فقد عقله اللي زقوه رموه في الترعة في الفيديو الآخر اللي انتشر على السوشي الميديا أيضا لشباب حبوا في يوم من الأيام يعملوا فيديو مرح علشان يجيب لايكات كتير أو يجيب مشاهدات كتيرة فكانت النتيجة يزؤ الرجل الكبير في قلب الترعى ويسقط هذا الرجل الكبير الذي للأسف يعني مات رب هؤلاء الأولاد على هذه الرحمة الرحمة بكبار السن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأتيه رجل كبير السن يأتيه رجل كبير السن فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع لهذا الرجل إذا بهذا الرجل يحمل شكوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إمام الحي عندنا يطيل في الصلاة وأنا رجل كبير السني فهل تأذن لي في أن أصلي في بيتي؟ أنا ما بقدرش أصلي في المسجد أنا نسي أصلي جماعة ولكن إمام الحي يا رسول الله بيطيل في الصلاة جدا وأنا لا أتحمل هذه الصلاة تأذن لي أن أنا أصلي في البيت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أيما غضب فيغضب النبي أيما غضب لإمام الحي الذي ما كانت في قلبه رحمة بهؤلاء الكبار بكبار السن فالنبي صعصام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين يغضب ويقول إن منكم منفرين إن منكم منفرين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف اللي يصلي بالناس يخفف الصلاة فإن فيهم الكبير فإن فيهم الكبير فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة هنا يتضح لنا أدئه النبي صلى الله عليه وسلم كان قلب مليام رحمة بكبار السن وتدخل عليه ذات يوم امرأة عجوز امرأة عجوز قد غلبها الهم فلا زال النبي يضاحكها ويمزحها وتقول له يا رسول الله يعني أدعو الله أن أكون من أهل الجنة فالنبي صلى سمحة بيمزحها ويضحكها فيقول لها ألم تعلمي أن الجنة لا تدخلها عجوز ثم ضحك النبي معها وأضحكها وقال إِنَّ أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارَ عُرُبًا أَتْرَابًا أنت يوم القيامة فعلا مش هتخش الجنة وانت عجوز ولكن هتخش الجنة وانت في سن الشباب بنت 33 سنة يعني أي رحمة كانت موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سبحان الله حتى ولو كان كبير السن ده في يوم من الأيام عدو من أعداءنا سبحان الله النبي كان إذا أرسل جيشا يقول أغزوا باسم الله لا تقتلوا شيخا كبيرا الشيخ الكبير ده له احترامه حتى ولو كان من أعداءنا طالما أنه لا يحارب ده لا يقتل محد الشيء أرم منه الشيخ الكبير ده له احترامه ولو توقيره حتى ولو كان من غير المسلمين هذا رجل يحترم ويوقر أي رحمة كانت بهذا الإنسان أصد ضعيف كبير السن ضعيف الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة سبحان الله هو في الوقت ضعيف جدا فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد الرحمة بهذا الرجل الشيخ الكبير لازم يحترم ولازم يوقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كبار السن إلا أصبهم بقى التعب وأصبهم شوية بلأت بسبب كبار السن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما أعطاه الله عز وجل لعبده المسلم أن يعمر في الإسلام أن يعمر في الإسلام لذكر الله ولتسبيحه وتهليله خد بالك أنت آه كبرت في السن بس الشاي بالأبيض ده أعظم حاجة ممكن ربنا يدهالك علشان أنت أعظم شيء أن ربنا يديك طول العمر علشان تذكر ربنا وتصلي وتعمر هذه الحياة بذكر الله وينادي عليهم ويهمس فودانهم كده من باب رفع المعنويات أن ما من شعر بيضاء توهر في لحيتك أو في رأسك إلا كانت لكها نور يوم القيامة رفع المعنويات لكبار السن إعطاء الأولويات لكبار السن بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا دائما أن إحنا نكون قريبين من كبار السن ونحسن إليهم لأن إحنا نعرف يقينا أن البركة معهم فكان النبي صلى سلم يحث على الرحمة بكبار السن فيقول البركة مع أكابركم كبار السن دول قوعوا فيهم الأهم تقولوا إنهم علشان كبروا في السن خرفوا لا ده علشان كبروا في السن بركتهم بتزداد ولا ينال الإنسان من هذه البركات إلا إذا وصل الإنسان لهذا السن فقربوا منهم من هؤلاء علشان هم دول بالفعل اللي تنالوا من بركتهم رحمات النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف عند الصغير ولا تتوقف عند الكبير بل رحمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مش متوقفة أيضا عند ذكر دون أنثى لا والله بل كانت من أكثر الرحمات اللي كانت واضحة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة بالمرأة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة سبحان الله عمليين يشرعوا للنساء في زماننا ده قوانين حماية المرأة قوانين حماية المرأة تخيلوا أن في جمعية من أكبر الجمعيات في العالم اللي هي بتناقش حقوق المرأة دايماً بتطلع النساء في مظاهراتها عاريات علشان إحنا بنطالب بحقوق المرأة للأسف أهنوها وأذلوها طالبوا بحقوق المرأة فأذلوها يوم بعد يوم أكتر أكتر امرأة تتعرض للانتصاب في العالم في الدول اللي بتتداعي حقوق المرأة أكتر نساء بيتعرضنا للتحرش في العالم في الدول الأوروبية اللي بيتداعي حقوق المرأة أكتر أماكن بتتعرض فيها المرأة لدخول المستشفيات هي الأماكن اللي بينادوا فيها بحقوق المرأة سبحان الله أهنوها وأذلوها أما في دننا وعند النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وضعاً آخر رحمات أخرى كانت نتعلقها بالنساء وكلما كانت المرأة أشد ضعفاً أو أشد يعني ضعفاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها رحمة أكبر وأكبر سيدة عائشة رضي الله عنها أصابها ما يصيب النساء أصابها ما يصيب النساء أصابها الحيض فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده رحمته بزوجته أكبر بكتير جداً من أي وقت آخر أكتر من أي وقت آخر وكانت عائشة بتحكي أد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجد منه اللطف وتجد منه الرحمة في هذه الأوقات بالذات فتقول عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق العرق أي العظم الذي عليه اللحم فيأخذه النبي وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ويأكل في وقت كانت اليهود كما في الصحيح كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعني لم يجامعوها في بيت واحد كانوا يقول لها تمشي تروح مكان تاني إلى أن تطور ثم تعود فتجد عائشة من النبي لطفاً ورحمة يعني حجيبة قالت وأشرب من الإناء فيضع فاه على موضع في ويشرب أي رحمة هذه أي رحمة هذه اللي بيها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لرجال وما يضعه الرجل واللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته كانت له بها صدقة أي رحمة هذه إن عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سايب شغل البيت كله علي بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعلى ويخيط ثوب ويحلب شات وكان في خدمة أهله صلوات ربي وسلامه عليه أي رحمة إن عائشة رضي الله عنها في وقت الحيض تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه أو يضع رأسه على حجري وأن حائض يقرأ القرآن ويسمعني القرآن أي رحمة هذه أي رحمة هذه أي رحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعود بن سفر فكان أول ما يبدأ به صلوات ربي وسلامه عليه يدخل المسجد فيصلي ركعتين وكانت هذه الليلة عائشة فيأخذ بيد عائشة ويسير معها في طرقات المدينة بعد شوء بقى إحنا مسافرين فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويتمشى بيها أي رحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد في بيت ويتكلم مع عائشة ويتجاذب مع أطراف الحديث يسمع منها ويتكلم معها ويمزحها ويضحكها فيرى ألعابا في الأرض فيقول يا عائشة ما هذه قالت هذه خيل قال خيل ذات أجنحة قالت يا رسول الله أولم تعلم أن لسليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل ذات أجنحة فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك عائشة ويضحك الجميع أي رحمة دي أي رحمة هذه كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إحنا في كتير من الأوقات الأزواج ضيعوا زوجتهم وكم من الأسئلة اللي بتجيلي أن زوجات انحرفنا عن طريق الله بسبب الأزواج وسوء معاملة الأزواج يعني أنتم متخيلين ده حال النبي صلى الله عليه وسلم جوا بيته النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة أن يقعد مع عائشة كده يسمع وهي بتحكي مجلس النساء كان فيها عشر نسوة تخيلوا يعني امرأة واحدة تقعد تتكلم ممكن تجيب لك صلاحة تخيلوا ما يكونوا عشرة نسوة أحدين يتكلموا مع بعض بقى وكل واحدة عمالة تحكي ويجلس النبي بعد ذلك مع عائشة علشان يسمع كلام مع عشرة من النسوة عمالين يتكلموا والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع من عائشة وبعد كده تسألوا يا رسول الله يعني هل مرة عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يحكي لها عن يوم الطائف من ساعة ما خرج لحد ما عاد إلى مكة مرة ثانية والأحداث التي دارت معه في هذا الوقت النبي عمال يتكلم ورحمة بهذه المرأة هو عارف أن المرأة شغوفة شوية بحب الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها هذا يعطيها هذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم أي رحمة هذه اللي بيها يدخل النبي صلى الله عليه وسلم السعادة والسرور على قلب على قلب عائشة رضي الله عنها لما في يوم من الأيام الصحابة خارجين في غزو الذات السلاسل وحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك عائشة وقفة والصحابة وقفين جزء طالع مسافر للجهاد وجزء طالع يودع المسافرين للجهاد المدينة كلها وقفة بره الرجال والنساء والأطفال فيسألوا يا رسول الله من أحب الناس إليك فبكل أريحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عائشة أحب الناس عندي عائشة الله أكبر الله أكبر إيه ده إيه الرحمة دي إيه الرحمة دي الرحمة دي لأنه يعلم أن اللحظة دي لما تسمع عائشة هذا الكلام هتتبسط هتفرح فمن الرحمة أن يفرحها بكلمة وأي رحمة هذه أن النبي يقول للكلام ده قدام رجال المدينة علشان يطبقوا ده في بيوتهم علشان يسعدوا نساءهم أي رحمة هذه بوعث النبي رحمة للعالمين إزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث علشان يجيب للمرأة حقها كامل وسبحان الله من رحمته أنه هو بيموت يوصل الناس بالنساء يوصل رجال بالنساء وفي خطبة عرفة في حجة الوداع فأكتر مشهد كان حضروا الصحابة رضي الله عنهم مئة وعشرين ألف صحابي وسيدنا جابر بيقول كنت أنظر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فأرى رجالة يعني مد البصر وأرى عن يساره مد البصر وأرى من أمامه مد البصر ومن خلفه مد البصر أعداد كبيرة جدا وفي هذا اليوم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا الكلام ألا فاستوصوا بالنساء خيرا ألا فاستوصوا بالنساء خيرا ألا فاستوصوا بالنساء خيرا إن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالنساء إنه يوصل أزواج فيقول لهم خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنا هكون أول واحد بيطبق ده الرحمة بالنساء وأنا خيركم لأهلي أنا هكون أفضل واحد لأهلي بل في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم معالم إنه هيموت ونساءه سيعمروا من بعده لسه هيكملوا حياتهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الإنسان وشوفوا الرحمة دي أنا كلما أقض مع هذا الحديث أتعجب فيقول لأصحابه خياركم خياركم لأهلي من بعدي أنا كنت أحسن لزوجاتي بس أنا مت فيقول خير الصحابة اللي يكون هو أفضل الناس مع زوجاتي من بعدي في الإحسان بالمال والإحسان بالكلام والدفاع عن أمهات المؤمنين ونشر فضائي الأمهات المؤمنين خياركم خياركم لأهلي من بعدي سبحان الله فلما سمع يعني الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام منهم عبد الرحمن بن عوف يعني باع بستانا عظيما قدر بسبعمائة ألف ووزع هذا المال على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف كلما دخل على عائشة رضي الله عنها كانت تقول رحم الله أباك سق الله أباك من سلسبيل الجنة كما أحسن إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده رحمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء ما كانتش رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عند الصغار أو الكبار أو عند النساء وحسب بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتنال كل إنسان كل إنسان حتى ولو كان هذا الإنسان يعني كل إنسان بيمر بظروف صعبة شوية زي مثلا العبيد رحمة النبي بالعبيد في زمنه كان فوق تخيل العقل البشري تخيلوا نقول النهاردة كثير النهاردة من الأغنياء كيف يتعاملون مع الخدم تعالوا النهاردة نشوف النهاردة صحاب الشركات كيف يتعاملون مع الموظفين اللي هو اللي بينظف الشارع اللي بينظف المحل اللي بينظف كيف يتعامل الناس مع هؤلاء إزاي الكفيل بيتعامل مع الناس اللي عنده سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته رحمته بالعبيد رحمته بالخدم في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن الإنسان في الوقت ده الخادم ده أو العبد ده بيمر بحالة فيها شبه استضعاف شوية فقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يوصي بهؤلاء كان دائما ما يوصي بهؤلاء والعجيب إن آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال الله الله في الصلاة الله الله فيما ملكت أيمانكم ويموت النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلمة قالها استوصوا بالعبيد دول خيرا استوصوا بالناس اللي تحت إيديكم دول خيرا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يسمع أن أبا ذر مش ضرب العبد اللي عنده لا دعيره بأمه قال له يا ابن السوداء وأبو ذر هو من هو كما تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يروح لأبي ذر ويقول له يا أبا ذر أعيرته بأمه قال يا رسول الله قلت له يا ابن السوداء أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فإذا جعل الله تحت يديك من أخيك شيئا فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكتسي سبحان الله أبو ذر يسمع الكلام ده فمن بعد هذا الكلام كل العبيد اللي كانوا عنده أبو ذر لو كان راح يجيب ثلاثة متر وقماش عشان يفصل جلبية كان عنده ثلاثة فكان يجيب لكل واحد منهم أماش من نفس الأماش للبسه وكان إذا أراد أن يأكل كان يأكل معهم لدرجة أن الراوي بيقول فكان الرجل إذا أتى لأبي ذر لا يفرق بينه وبين العبيد لأن اللبس واحد والأكل واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية من أهل المدينة البنت الصغيرة الأمة الصغيرة الأمة كانت تأخذ بيد رسول الله الأمة السيد بتاعي أقول له رح يشتري كذا رح يعملي كذا رح يهتي كذا فكانت الأمة تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجده فتأخذ بيديه ليشفع لها عند فلان ويشفع لها عند فلان ويقضي لها حاجة عند فلان فكانت الأمة يعني تأخذ بيد رسول الله فلا ينزع النبي صعصام يده حتى يقضي لهذه الأمة ما تريد رحمة بهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أنس خادم خادم فأنس ده يحكي عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ما شتمه مرة ولا ضربه مرة ولا قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأغنياء على عدق الرقاب إن العبد ده خليه حر لوجه الله سبحانه وتعالى فكان يقول يعني فكان يقول دائما صلى الله عليه وسلم بإن من أعتق عبدا أعتقه الله تبارك وتعالى من النار يده بيده وقدمه بقدمه وهكذا كان يحث دائما على عتق الرقاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في موقف حجيب دائما العلماء بيذكروه في مسائل العقيدة في مسألة أين الله وأن الله مستوى على عرشه فوق السماوات العلى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل وهو معاوية يقول يا رسول الله أنا غضبت فضربت لطمت الجارية كانت عندي ضربتها كذا بالألم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال بقى بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا إيه كفرت اللي أنا عملت دا يا رسول الله فأتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية يعني أين الله قالت في السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة الله أكبر الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مقابل الألم ده إنك تعتقها طيب والكفيل اللي بيظلم كفيل عنده وبيأخذ ماله بغير وجه حق كفار الدقي واللي بيتهمه بالزوره بيسجنه كفار الدقي واللي بيهينه كفار الدقي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رأى صحابي اسمه أبا مسعود الأنصاري أبا مسعود الأنصاري ده واخذ العبد عنده كده ونازل فيه ضرب فبيقول أنا بينه أنا الصوت في يدي أضرب عبدا ليه إذا بصوت شديد من ورائه احلم أبا مسعود احلم أبا مسعود احلم أبا مسعود قال فمن شدة الصوت وقع صوتي من يدي ولما يقول إن من شدة الصوت أنا تخضيت فالقرباج اللي كان في يدي يقع فبوص ورائه قال فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه ربنا أقدر عليك من قدرتك عليه فقال يا رسول الله هو حر في سبيل الله فيقول له أما إنك لو لم تفعل لولا أنت أعتقته للفحتك النار للفحتك النار الله يقول تلفح وجوههم النار قال ابن وسعود اللفح أدنى العذاب تلفح وجوههم النار فلا تبقي على وجوههم مزعة لحم من نسأل الله السلامة فالنبي يقول له خد بالك إنك أوعف يوم من القامة إذيه لما بنتعلم من رحمة النبي بالعبيد أو بالخدم من الأحاديث دي يخلي كل واحد مسؤول في مكان معين إنه خد بالك من الناس اللي عندك شوية اكرمهم ووسع عليهم وأحسن إليهم وعفيهم من القامة وظلمهم مظلمة مادية أو مظلمة معنوية لإن المسألة عند ربنا كبيرة جدا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة الجميع نكمل بإذن الله يتبقى تعالى في الدرس القادم ما يتعلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكل من كان حوله في هذا الزمان هذا وصلى الله على بنا محمد وعلى آله وصحبه شكرا